يعني يا رب بكتر أعيادنا النهاردة 25 إبريل يوم من أيامنا المجيدة اللي ما تتنسيش أبدا الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء واللي بيعتبر تتويج لختام معركة الحرب والسلام بنجاح الجيش المصري في تحقيق الانتصار واستعادة العزة والكرامة برفع العلم المصري على كل شبر في أرض الفيروس صحيح ويوم تحرير سيناء حيفضل ذكرى خاصة جدا في وجدان كل مصري ليه؟ لأن ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصار عسكري أو انتصار ديبلوماسي لأنها في الأساس كانت انتصار لكرامة كل الشعب المصري انتصار جسد أصالة الشعب وبسالة الجيش اللي عمل المستحيل علشان يرجع كل حبة رامل وكل شبر من أرض سيناء بالتعب والإصرار والقوة والعزيمة ده حقيقة معركة التحرير دلوقتي تحولت لمعركة بناء وتنمية بقنا بنشوف رمال سيناء بتتحول لمزارع وطرق ومشروعات تنموية وتجمعات سكانية وأراضي صالحة للزراعة تنمية حقيقية بتحصل في كل شبر على أرض سيناء الحبيبة صحيح وخلينا نقول وإحنا عارفين يعني سيناء هي الكنز هي الجغرافية العبقرية هي الامتداد للخريطة المصرية هي اللي بتمثل محور الاتصال ما بين القارة الأسيوية والقارة الأفريقية علشان كده الدولة قامت بجهود كبيرة جداً ومشروعات عملاقة علشان تربط سيناء بمحافظات الدلتة ومحافظات الجمهورية كلها وتزرع التنمية والخير من خلال مشروعات تنموية بلغت قيمتها لغاية دلوقتي أكتر من ستمائة مليار جنيه في السنين اللي فاتت ولسه معركة التنمية مكملة حتى الآن صباح الفل عليك وصباح الخير والعزة والكرامة صباح الخير يا مصر شكراً للمشاهدة